وبخ موسى قومه عليه السلام من بني إسرائيل على طلبهم اللي سألوه لنبيهم لما مروا على أقوام يعكفون على أصنام لهم يعبدونها من دون الله فسألوا سيدنا موسى وقالولوا يعني اجعل لنا إلها كما لهؤلاء القوم آلها فزجرهم طبعا سيدنا موسى بشدة وارتدعت بني إسرائيل وصاروا مع سيدنا موسى عليه السلام في دلة ومسكنة وهدوء متجهين شرقا هم عبروا سهول شبه جزيرة سيناء حيث الصحراء اللافحة والشمس الحارقة لا في مساكن ما فيش أماكن يسكنوا فيها ولا بيوت يأوون إليها فشكى بني إسرائيل لنبيهم موسى عليه السلام إنه ما فيش ظل نستظل به ولا في مياه نشربها فاستغاثوا بنبيهم موسى واستسقوا موسى يعني طلبوا منه المياه ليهم ولنساءهم ورجالهم وأطفالهم فسأل موسى ربه الماء لقومه كما قال الله تعالى وإذ استسقى موسى لقومه يعني طلب من الله سبحانه وتعالى إنه يعني يوفر ليهم الماء في هذه الصحراء عشان يقدروا يشربوا ويتمكنوا في المسير في رحلته فأوحى الله تعالى إلى سيدنا موسى عليه السلام حين استسقاه قومه قال له اضرب بعصاك الحجر وامتسل نبي الله موسى عليه السلام لأمر ربه جل جلاله ورفع سيدنا موسى عصاه فضرب بها حجر كده ناتئ في الجبل يعني حجر ليه بروز ووضوح ضربوا بعصاه فانفجرت منه سنتى عشرة عين اتناشر عين ما انفجرت بضربة عصى نبي الله موسى عليه السلام فكانت المعجزة وتدفق الماء من هذه الصخرة بقوة وخرج من الصخرة اتناشر عين من الماء العزب الزلال وانفجار العيون عدد الاثناشر دول كان بقدر وعدد قبائل وأصباط بني اسرائيل فأقبلوا على الماء قد علم كل أناس ما شربهم يعني راحت او راح كل او راحت كل قبيلة الى مكان المخصص بتاعها لشربة لتسقي منه كل ولد من دول او كل يعني قبيلة من دول راحت للاثناشر دول راحوا للاثناشر عين كل واحد عرف العين بتاعته لتشرب منها وتسقي منها وكانت زي ما قلنا اثنتي عشرة نبعة من الماء كل صبت وكل جماعة عرفوا عين الماء اللي المفترض ان هم يشربوا منها وكل ده كان بتدبير الله تعالى سبحانه وتعالى الحي الباقي عشان ما يتنزعوش فيما بينهم على المية بعد شوية شكى قوم موسى بنوا اسرائيل يعني من حرارة الشمس قالوا له يعني السحراء الشديدة لافحة والشمس حارقة ومش قادرين على الحرارة دي فدعى نبي الله موسى انت شوف كده وانت بتستمع الآيات لان القرآن مش بيقولك تسالي القرآن بيقص القصص اللي نعتبره ده اخر كتاب اخر كتاب القرآن الكريم وبالتالي القصص اللي فيه بالتفاصيل الصغيرة لما تتربط مع بعضها في نسيج موضوعي واحد تبتدي تشوف القرآن ايه الرسائل اللي بيبعثها إلينا بيوريك طبيعة من الناس عجيبة شوف ربنا سقلها ايه من الآيات والعجائب وشوف النتيجة حتكون ايه بعد كده دعى نبي الله موسى ربه لما اشتكى بانوا اسرائيل لنبيهم ان الشمس شديدة والصحراء لافحة دعى نبي الله موسى ربه ثم اشارى بيعصاه نحو السماء واذا بغمامة سحابة تضل البني اسرائيل على رؤوسهم يعني تدليل ما فيش بعد كده سحابة تمشي معاهم تقيهم من وهج الشمس ومشي بقى كملوا المشي مع سيدنا موسى عليه السلام تظلم لهم الغمام سحابة ضخمة كبيرة مشي معهم كان الظل يسير معهم ويسكن بمجرد انهم يقيموا في المكان يعني ماشيين بتمشي معهم الغمامة السحابة دي ينتهوا يتوقفوا تقف معهم هذه السحابة كأنه يعني مظل مشي على رؤوسهم كما أرادوا إذا تحركوا تحركت وإذا سكنوا سكنت عطاءات عجيبة لبني اسرائيل وليتهم كانوا لله شاكرين ولنبيهم طائعين كان زاد بني اسرائيل في الرحلة دي في يعني الطعام بتاحهم كان قليل لأن طبع لما جاه الأمر الإله بأنهم يتحركوا بالليل وعشان يلحقوا يعني يوصلوا لشاطئ البحر في ساعة النهار يعني لموا حاجات كده من البيوت بتاعتهم ومركزوش قوي في الأكل فما كانش معهم زاد كتير جدا وطاقت نفسهم يعني للأكل بقى والشرب وبقى وحشهم منهم يأكلوا اللحوم وامتلكهم الجوع بشدة فراحوا لسيدنا موسى وسأل موسى ربه فأرسل لهم الرياح الرياح بقى تحمل الخير معاه تحملوا المن وأسراب من طائر السلوة يعني كانت الأشجار الجبلية اللي موجودة في صحراء سيناء بتخرج ليهم على الورق بتاعها أقراص من المن على أوراق الشجر الجبلي ودي كانت أقراص زي أقراص العسل يعني زي الحاجات اللي هي شمع العسل والحاجات دي حق شبيهة بكده كأنها هي كأقراص العسل طعمها حلوة يعني يعني ده شيء حلو يأكلوا يديهم طاقة وكانت في نفس الوقت لينة وهينة وسهلة الهض وبعت لهم كمان طائر السلوة طائر السلوة اللي هو قيل إنه طائر السمان وكان من كتر وجود الطائر ده بمغطي الأرض كل واحد منهم من بني إسرائيل يأخذ كل واحد من بني إسرائيل قدر حاجة إبراحته وده طير لحمه لذيذ الطعم طيب حلو وحادق ومش عاجبهم الحقيقة كانت الرحلة اللي مر بيها بني إسرائيل رحلة لم يشهد مثلها بني إسرائيل من قبل يقودهم في هذه الرحلة نبيهم موسى وأخوه هارون عليهم السلام يرعاهم الله تعالى ومش كده وبس وبيغضق عليهم الخيرات والنعم الكثيرة القيمة يعني ها هو الماء وها هي الحلوة وها هو اللحم الطيب نعم كتيرة تأتي لبني إسرائيل من الله سبحانه وتعالى بياخدوها من غير تعب وبياخدوها من غير ما يدفعوا فلوس من غير تمن يعني ما أعظم هذه النعم اللي تأتيهم كده مباشرة يعوزوا حاجة يسألوا نبيهم يدعوا ربه وتأتيهم النعم بس عشان القرآن يورينا طبيعة هؤلاء والقرآن يقص علينا هذا القصص للاتعاذ وللاعتبار وللانتباه قلة جدا جدا اللي كانوا مع سيدنا موسى على إيمان صادق وده حيبان في بقية أو في بقية القصة بعد كده لكن الأكثرية على هذا الحال وطبعا لإن النعم كثيرة ومتنوعة وعديدة وربنا فتح لهم بأشياء كثيرة واللي يعزوا يجي لهم وعلى أحسن وج لذا أمر بني إسرائيل بتقوى الله تعالى وعدم الفساد والإفساد بعد نعم الله الكتير عليهم دي فجلهم الأمر كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعسوا في الأرض مفسدين كأن القرآن بيخاطب هذه النوعية من البشر وطبعا الخطاب من الله العلي العظيم العليم الحكيم إن النعم دي لتزدادوا إيمانا مع إيمانكم ده يزداد إيمانكم قوة مش تزدادوا كفر وجحود وعصيان وعدم شكر للرحمن على ما وهب من النعم المتجددة والمتنوعة والعجيبة ومع كل هذه المعجزات والعطايا الربانية كانوا أهل جحود ونكران وقالوا لسيدنا موسى عليه السلام كما قص علينا القرآن الكريم وإذ قلتم يا موسى لن نصبر على طعام واحد فادعوا لنا ربك فادعوا لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصليها يعني أنتم ما كنتوش لقين أصلاً أكل وأنتو ماشيين في الصحر والأول مش لقين مية وبعدين طلبتوا استسقيتوا طلبتوا مية وبعدين لما دع سيدنا موسى وجات 12 عين ومتقسمة كأنه يعني 12 نهر لكل واحد منهم المية لا تنضب وبيشربوا منها ومتقسمة عشان ما يبقاش فيه خلاف جعتم فسأل سيدنا موسى ربه مش بعت لكم الأكل بس ده أكل حلو وحادق كمان وبعدين مش عجبكم الأكل بقى لأحنا مش هنقعد كل يوم ناكل الأكل ده فمن سوق تصرفهم وعدم شكرهم وجحودهم ونكرانهم إنه ربنا سبحانه وتعالى أرسل لهم طيب الطعام يقوموا يستبدلونه بما هو أقل منه عايزين يأكلوا توم وبصل وعدس بعد ما بعت لهم لحم السلوى وحلو المن شيء عجيب لكن القرآن الكريم بيصور من خلال هذا العرض طبيعة بني إسرائيل الغالبية القليل منهم جدا اللي كانوا أهل إيمان الغالبية في بني إسرائيل يصور طبيعة التمرد والتجبر والعناد والكفران والقرآن بيقص علينا هذا الكلام وده كلمة الله الأخيرة للعالمين فلازم ننتبه للرسائل اللي ربنا سبحانه وتعالى يعني ساقها إلينا في كتابه الحكيم لذا قيل لهم قال أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم يعني أنتم مش عجبكم ده خلاص رجعوا تاني انزلوا مصروح وهاتوا التوم والبصل والعدس وكله قال لما أنتم مش عجبكم الذي يسيق إليكم بغير تعب ولا غير مجهود ولا دفعتوا فيه ولا كلفتم فيه لا تعب تدوره ولا نفقة تصرفوها ورح القصة بقى يعني بعد ما سقلك المشهد طلع برا المشهد ودك مع نعام وضربت على بني إسرائيل بقى لكن لسه ده كان بدايتهم مع سيدنا يعني بداية الأحداث دي كانت مع سيدنا موسى شوف ربنا يقول في ختام الآية وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون يعني القرآن وصفهم بأنهم متمردين عتا معتدين معتدين على حرمات الله متجاوزين لقواعد الشرع والدين ومع كل تلك المعجزات الواضحة اللي ربنا ساقها على يد نبيهم موسى ونبيهم هارون عليهم السلام وعلى نبينا الصلاة والسلام وعلى سائر الأنبياء والمرسلين الصلاة والسلام بعد كل الآيات الواضحات البينات دي إلا أنه كانت فيه روح وسنية بتداعب وكأنها تداعب خيال بني إسرائيل طب موسى كان بالنسبة لهم إيه عليه السلام كان في نظرهم موسى ده أنه ليس أكثر من قائد ده قائد من قومهم يلا خلينا ماشيين وراه وبيقودنا وكمان أنقذهم من فرعون وظلم فرعون أما رسالة سيدنا موسى اللي تحمل أنوار التوحيد والإيمان بالله الواحد الأحد الحقيقة لم يتغلل أو لم تدخل في قلوبهم لا بحق ولا بصدق كما سنرى ذلك إن شاء الله تعالى من خلال ما قص علينا القرآن الكريم